أما فيها ساعة يستجف فيها الدعاء نعم لنا يعني التتبع هذه الساعة تماما كتتبع ليلة القدر يعني هي على اتساع الوقت لكي يحصل الناس ويتناوب الناس فضل هذه اللحظة ويتناوبون على الطاعة أنت لم تبعد بتعبيرك عن ما قاله العلماء وما فعلا قالوا كده قالوا تتبع تلك الساعة كتتبع ليلة القدر لذلك هم فاضلوا بين يوم الجمعة وليلة القدر الله ليلة القدر مستجف فيها الدعاء قالوا طبعا يوم الجمعة في ساعة فيها إيجاب الدعاء وهذا تقوم فيه الساعة فضل يوم جمعة فالذلك قالوا لا ده فضل كمان زائد ومن العلماء من ذهب لليون فضل يوم جمعة كأفضل أفضل من ليلة القدر قالوا لو لا أن الله أنزل فيه فيها القرآن ده الفرق فإحنا بنقول يوم الجمعة فيه ساعة إما اختلفوا يا طرأ الساعة دي من إمتى قالوا من صعود الإمام على المنبر إلى أن ينتهي وقت الصلاة هذه الساعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني ساعة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ده شوف المعنى الجميل ده يخلينا إيه ده يخلينا مجهولين طوال النهار بالدعاء أيه بالزبط ده بيقولك فيه في اليوم دهه من الفاجر الحد لآخر النهار فيه ساعة اسأل ربنا اللي أنت عايزه وهي ربنا هيستجيبه أخلص عبادتك ويعني ده كما يعني أتمنى أن نخلص في العبادة في كل الأوقات ولكن يعني تفرغ للعبادة أصدية الله سبحانه وتعالى يعني له خواص في الأوقات والأزمان والأشخاص فيه خواص لله سبحانه جعل لك وقت معين وجعل فيه آيات معينة الكرآن كله فضل بس خلى فيه آيات معينة لها تأثير خلى فيه زمان معين له فضل خلى فيه شخص معين له الإنسان العادي إحنا مش زي الأنبياء أبدا طيب الملائكة نفسها متفاضلة الزمان عند الله متفاضل يوم الجمعة مش زي يوم السبت مش زي يوم الأحد لا ده له فضل طيب إن كان شهر رمضان يعني يختلف عن غيره من الشهور وهكذا فإذا عندما يعني يبين الله سبحانه وتعالى لنا فضل هذا اليوم وأن هناك فيه ساعة إذن لابد أن تغتنم الفرصة ما تضيعهاش وتنشغل بالدعاء في هذا اليوم وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا قلنا من إمتى من جلوس الإمام حتى تنتهي الصلاة هذه الساعة وإمتى كمان وهذا قول ذكره كثير من العلماء قالوا من بعد العصر حتى غروب الشمس من بعد العصر آخر ساعة قالوا آخر ساعة يوم الجمعة آخر ساعة حتى غروب الشمس هذا الجزء أو من بعد العصر كده تبدأ في الانشغال بأذكارك تبدأ الانشغال في الدعاء واسأل ربك مش هقول لك جرب أنا مش عايز أقول لك عيب إن إحنا أقول لك جرب ما ينفعش ما ينفعش أقول لك جرب يكفي أن النبي قال ذلك صلى الله عليه وسلم إذن ولكن ده خير إحنا غفلانين عن نورة عبد ربك ليرضى نعم أنت تعبده ليعطي نعم بس تعبده ليارضى نعم لأن إذا رضي يعني لن تستطيع أن تقدر أو لن تستطيع أن تحصي هذا العطاء ويعني ما يعطيك الله لك